بعد موجة الاحتجاجات الشعبية بمحافظة أصفهان الإيرانية واعتقال قوات الأمن عشرات المتظاهرين أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق حيال اعتقال قوات الأمن نحو سبعين شخصا على خلفية تلك الاحتجاجات الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيدي برايس وفي تغريدة على حسابه بتويتر أشار إلى قلق بلاده البالغ حيال القمع العنيف الذي تمارسه القوات الأمنية الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين مضيفا أن من حق الشعب الإيراني التعبير عن رأيه وفي السياق اعتبرت جهات إيرانية معارضة أن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في محافظة أصفهان تشكل تحديا جديدا للحكومة ما دفع القوات الأمنية للتصدي بشكل عنيف لهذه الاحتجاجات واعتقال العشرات من المشاركين فيها مدير المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية حسن راضي أوضح في تصريحات إعلامية أن ما يجري في أصفهان هي احتجاجات شعبية ضد السياسات الحكومة التي تقوم بتجفيف مياه الأنهار في المنطقة وتوفيرها للمصانع وبيعها لدول الجوار على حد قوله راضي أشار أيضا إلى أن الحكومة تتعامل مع المتظاهرين من خلال القمع والاعتقالات مضيفا أن المجتمع الدولي لن يتدخل حاليا خوفا من تأزيم العلاقات مع طهران قبيل المحادثات النووية وكانت الشرطة الإيرانية اعتقلت السبت ما يقرب من سبعين شخصا إثر احتجاجات شعبية على نقص المياه بأصفهان معتبرة المحتجين عناصر معادية ومرتبطة بالخارج حولوا الاحتجاجات السلمية إلى ساحة للعنف بحسب بيان الشرطة